نعم؟ بغطت على نفسك؟ يا سلام هو أنت الطول؟ ده أنا بأعرض عليك عرض ما تحلمش بيه بس هادع عمره ما كان طموحي ولا يوم كلاه بل في يوم اللي هيام انها بقى جوز الهانب انت منفوق علي ده اللي زيك يتمنى بس ان هشور له مصباح الصوير ده عشان يجي يشتغل عندي من فضلك يا عامر بيه مفيش أي دعلي بتجريح انت رجل اعمال غني وناجح على عيني وعلى راسي بس هو عتنسى ان انا رجل بوليس ناجح وليقى مكانتي في المجتمع اما بقى موضوع شركاتك واملاكك اللي انت شئيت فيها دي فدي مشكلة خاصك ما تخصنيش انا فعارت المرتب اللي كنت عرضه عليك كان ابعاف ابعاف اللي بتاخده من الشرطة عمر الحكامة كانت بالفلوس يا عامر باشا وإلا تجري المخدرات كان يبقى محترم اكتر منك من اليوم مرة ايه كلان الفلغ اللي انت بتقوله ده انا غلطان ان اعرضت عليك العرض الكريم ده انا فكرة انا من اول لاحظة شفتك فيها حاسيت انك انسان مغرور انسان مريض بالفعل مريض بالفعل والعنتظم بابا طارق في ايه الباشا بتاعك يا هانم ما جايبك المنايلة بارض عليها عرض كريم بيت رسم عليها واتنمرض انا احتراما لسنك واللنسب اللي بينا مش هروط عليك لكن كلمة زيادة اقسم بالله ما حسكتلك واعتقد بعد اللي حصل ده مفيش كلام تاني بيني وبينك طب ايه طارق ارجوك بابا فيه دينة ايه اللي حصل بينك وتول اتنين مش عايز كلام خالص بلا كوت الكلام اقال لي ايه بيسا ليه يا بابا يا بابا برس فهمني ارجوك ما تحيرونيش موسيقى موسيقى طارق ممكن ما فهم منك ايه اللي حصل بينك وجبابا خلاه خرج وهو متنرفس كده هو اللي متنرفس؟ ارجوك يا طارق فهمني ايه اللي حصل ليه هو البيب حكلكيش ولا ايه للاسف خرج وهو متعصب جدا ما قدرتش افهم منه اي حاجة ارحمي وقولي ايه اللي حصل بينك وبين بابا موسيقى 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 هو سيادتك تعباني يا باشا انا كويس طيب فحب اوضي هو حضرتك المستشفى قلتلك كويس غور يل اوامرك يا باشا اللي عايز نسيب شغلي واشترغب معاني وايه يعني هو بابا كان قالك ايه يعني غلط وانا اللي كنت ظلماه كنت فكري انه بيستفزك زي كل مرة تلع فعلا بابايا مظلوم يعني يا نور هل يعني لازم تقبل بالعرض اللي بابا عرضوا عليك يا طريقة فرصة عمرنا على الاقل هتأمن مستقبلنا هترحمنا من انشغالنا عليك هنعيش صعدة زي بقية البشر هتبعد عن الخطر ده مش كلامك يا مرهان ده كلام باباكي وايه المشكلة ما نسمع كلام وطالما كلام عائل وموزون يا طارق افهمني انا بحبك ومحتاجي لك فكل مرة بتنزل تروح شغلك بحس ان انت بتودعني بحس ان انت مش راجع تاني ومش انا بس اللي بحتاجي لك صوها كمان طارق لازم بتقتنع بكلام بابا وتسيب شغلك ولا انت غوي فقر وعنتظر شغلي ده يا هانم هو حياتي هو كهاني ومستقبلي ومعنديش اي استعدادة ضحي بي لأي سبب ولاي حد بيكون فعينك يا مرحب انا حب ليك هو الحاجة الوحيدة اللي خلتنا وافق اكون الزوج التاني لست مدمرة نفسان هي وبنتها كان امل الوحيد ان انا عوضكو على العذاب اللي عاشتوه ووالدك عامل بيه المفروض يحمد ربنا ويبس ايده وشه وضهر لاني وافقت احطي ايدي في ايده عشان اعالج بنته من العذاب اللي هو حطاه فيه انا مش هسمح لحد يتكلم عايف ان موضوع ده تاني قابل مفهوم؟ بس انت وفاق انت وفاق بتجرحني لسطولي لكده لكده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابوبا طارق مستيجي معنا لولا بابا طارق يا حبيبتي عندو شغلة اول ما يخلص هيحصلنا على طول هيا حلحصلنا؟ هيحصلنا يا امر يلا بقى يا جميل يلا برسيحوا يا امينة باي باي يا صهر باي يلا يا روح باي باي يا امينة فضل يا حبيبي اتفضل نورت بيتك يا نيب يا حبيبي تعال الله يسلمك والله يوحشتوني كلنا يا جماعة يا حبيبي قدت شريبي جاهزة؟ ادري بسرعة هتدالي الفتاريال بسرعة تعال يا حبيبي تعال عشان ترتاح فوقتك يا مامو مفيش دعال للألاء ده كله انا كويس وزي الفل هو مفيش حاجة كويس انت راخل انت لسه يا حبيبي فترة نقاع تعرف يا شريف انا طول الوقت عمال افكر نسافر فين بقى نقضش فترة النقاع بتاع تكفر سدي يا امي انت معاك يا حبيب ده انا حتى كنت بقى فكر ان انا بقى أستقل من الشغل ونسافر ولا اقولك نهاجر ونسيب البلد ونعيش بقى في مقاهى وكده الله يا شريف الله فكرة الاستقالة دي يا حبيبي حلوة قوي بس ليه نهاجر يا روحي مش لازم نهاجر يعين يا ماما ماما لحتعمل ايه لما تعرفي ان انا بكرة الصبح ان شاء الله نزل الشغل ايه؟ انت بتقول ايه يا شريف؟ ايه اللي ايه يا ماما في ايه وان اضحك غلط انت حاوزين افضل قاعد في البيت كده لشغلة اولا مش غلاء يعني؟ لا لا حرام عليك انا مش هردع الكلام اللي انت بتقوله ده هي يا شريف حرام عليك انت عايز تعمل في ايه اكتر من كده هي يا احي انا لو جرأي حاجة يا شريف هتبقى انت السلب بس امت دمائك النشفة دي دمائك النشفة اللي هتوديك في دهية وهتوديقني معاك يا ماما فهميني بس مش عايز افهم حاجة ولا اسمع منك اي كلام انت بتعصدق يا ابني احرام عليك الله ولا هي ابني احرام عليك يا ماما يا نوجة يا مشريف خلاص اذا في دماغها في دماغها اه 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 اكلم ترى بيه لو اسبعت بنقول له مين لحاقتي تنسى صوتي يا معتز بيه ولا ايه ايه ده يا شريف معقولة ازايك يا شريف اخبارك ايه انا الحمدلله وحبيت اكلمك عشان اقولك ان انا خرجت النهاردة الصبح من مستشفى او انا باكلمك من البيت تصدق انك ندل طب كنت قولي كنت جيت وصلتك لغاية البيت الله يخليك وامني اعمد بالواجب المهم ترى بيه عندك لا الحقيقة هو ليسه مجاش غريبة دي مش بتعود يتأخر يعني ما عرفش ايه اللي اخره لغاية دلوقتي طيب لو كلمك او جيه يا ريت تبلغه ان انا الحمدلله خرجت من المستشفى وانا في البيت ومن بكرة الصبح ان شاء الله احب على مكتب ايه ده يا ابني حيلك ما تقعد رحلك يومين مستعجل قوي على سخل الشقة بتاعنا يا معتزب ايه والله يكلكوا وحشتوني والمكتب والشغلة وحشني دي حتى صارب غلستها وحشتني ولا انت عايز تقرص مني بدري بدري ولا اين ظروفك يا معتزب ايه خلاص يا سيدي لو عايز تيجي احنا بنفتح من الصبح لغاية الساعة 12 بالليه تعالى في اي وقت لا يش يا معتزب ايه اشوفك ان شاء الله بكرة لا 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 استنى استنى على فكرة صارة من ساعة ما انت دخلت المستشفى هي مبطلة سؤال عليك شريف اخباره ايه شريف هيخرج ولا لسه شريف جي الشغل ولا لا جتنا نيلة في حظنا الهباب خلاص يا معتزب ايه خلاص خلاص وصلت وصلت مع سلامة ايه 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 ازايك يا امراي ما لصدت بقاطك بالليه والنغة عندك ولا ايه 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 اه ايه 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 احنا مش عارف اتكلم معاك طب وما جيتش ليه ما انا مدك العنوان ولا عايز انا جيلك لا فعاردك انت كده هتوديه في دهية خلاص يبقى تجي للمهاردة ولا انت عارفة بقى طيب طيب ماشي انا حتصرف طيب حجيلك طيب حكلمك بعدين طيب يا حببتي مع السلامة مع السلامة كنت بتكلمي دي ماما اصنحت عبانة قوي اه لا سلامتها الف سلامة ربنا يزيح عالمها رو تبا اه 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 اصلي ماما كلمتني وتعبانة قوي عايزان يفوت عليها فقلت ايه انت اخدني في طريقك وتطلع بالمره تتطمن عليها شويتين ولا شويتين ولا تلاتة روح مع نفسي انت عارفاني لو بطئهم يكون هاي بطئني روح لصنة الخريش هو ده اللي بدأ اخده منك منفت انا مش عايز صدع انا كفان انا فيه بحكاة مش فاصاك انت هم الكلام سلامة موسيقى موسيقى الو لا يا معتز خير ايه يا طارق انت لسه عندك ولا ايه؟ اه يا معتز في حاجة؟ لا ابدا اصلا من عدتك تتأخر كده في حاجة يا طارق مفيش يا معتز تصحيت مكسل شوية اقلت عضو نهاردة في البيت انت في حاجة جديدة عندك في المكتب؟ لا مفيش حاجة اه شريف اتصل وقال انه خرج من المستشفى وانه هيجي الشغل بكرة الصبح ماشا معتز هشوفك انت هو بكرة ان شاء الله في المكتب ولو حصل جديدة معتز كلمت على طارق خلاص اوكي يا طارق اه وريح انت وانا احتمال اعدى عليك النهاردة بالليل في البيت تنور معتز فيها يا غد معسي موسيقى 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 الموسيقى موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اي حجة والسلام ماشي بس مش ناوية قوليلي مزوغة من جوز كراحة على فين مصلحة عندي مصلحة ياما وحقضيها مصلحة ايه؟ بعدين ياما هبقى احكيلك على كل حاجة بس مش دلوقتي على روايا لا يا اختي بقى بعدا مصلحة يبقى ابو قاسم اه ببقى اتكلميني حاملتي فطميني عملتي ايه؟ حاضري ياما سلام دلوقتي خلي بالك من نفسك مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعالى كلمانا يا perfeter أحمقت Withung مرض экوتست police تعالى كلمانا يا منا these little they are انشه و consulting اشتركوا في القانة بيروция شرقوا مالك يا عدو؟ في ايه؟ مش لا ده فيه وفيه كمان هو أنا عرفك النهار ده ولا ايه؟ رجع من شغلك مزعب بمو اشتاق نفسك ووزك شبرين اللي حصل؟ في ايه يا اخوي؟ راضينا بالهم والهم مش راضي بينا ونأكل اللومة متغمزة بالسلم وبنعمد ربنا وبنشكل فرح لكن توصل للزل وكسرت النفس لا أنا بني ادم وقال لأنا عشان ربنا اهداني وبطلت عذية الناس قدس بالجزم ملعون ابو ديدوني على ملعون ابو اي حد يزلني ده أنا عدو برضو عدو اللي كان بيمشي قولي ارض تهدم عليك هد استهدى بالله يا خود استهدى بالله ما تعملش بنفسك كده كده هيجرى لك حاجة وانا والعيال عايزيني نقولك ايه؟ مش هتمشي كلمك عليها تاني انت فاهمة ولا لا؟ انا هرجع عدو بتاع زمان عدو اللي مش فارق معا حاجة ولا فارق معا حد واللي هيفكر يا هو من حياتي هدوس على دماغه بالجسمة وسكنت فاكرا ان انت اضطلوي اضريح بالحيال لاه يهغون في ستين داعية استهدى بالله يا عدوي يا فارق ما دول أهزلون ماذا يزلون ماذا يزلون ماذا يزلون عدو اللي يا عدوي افوس رجلك تادي الولادك وتعيش بحضرتهم دول عمرك لا يا عدوي مالي شغلهم يا عدوي دولهم اللي لينا نحن شفنا الزل والشاعة عشالهم يا عدوك ولدك يا عدو يا أبو السيدك ولدك يا عدوك محدش عيزليني تاني مفيش عدة عيزليني تاني قري من وسه يا رب يا رب يا رب استرح علينا يا رب استرح علينا بحق حبي باكي نامي يا رب اشتركوا في القناة قادر جاي تفضلي يا حلوة تفضلي هرنا عينب على منجة ان شاء الله ده ايه الحلوة والجمال ده بسم الله ما شاء الله زكي يا غني بعد ما طليت علي بقيت تمام التمام ايه يا اخويا اللي حدفك الحدف دي اصلا احب الرواقان قاوي 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 وما لقيتش رواقاني يعني غير هنا اقول لت وجد الله يا جازي اللي كان السبب اصدق مين الغندور اخو النغة جوزك فتحي عملنا شغلنا مع بعض واستند البقى وعايز السكيني ويأكل علي حقي يعملهم ده نبو ازرق وغلوتك عندي فتحي ده سيطع الفاضي بس انا حطيته هناه ومش هعتقه نصيحة من واحدة عجناهم وخبزاهم ومعشرهم من سنين ابعد عنهم احسن لك وخصوصا فتحي ده لحسن قرصته والقبر معذورة يا حبيبي اصلك ما تعرفيش غنيم عشماوي العن تيل يطلع ايه ده انا جامد قاوي وما سيبش حق له حتى عند الجن الازرق مش عند السفات هي ما بلاش جاوي الافلام اللي بيض والسود ده يا غنيم انا يا خوية مش جاية اقضي ليلة حمرة وبعدين انا هارجع على البيت لو اكرم اخد بالو اني شربة هتبقى حكاية فدي عندك حق بس على فكرة انا مش بتاع افلام انا من ساعة ما شفتك وانت سكنت القلب من جو ولا انا جاي اعمل غراميات ولا انا وحياتك بتاع غراميات امال عايز ايه بالزبط اكلت دماغي في التليفون نتقابل نتقابل وديني جيت هات اللي عندك تعالي نحط اهم على اهمك يا بنت الناس ما الهم واحد وطرنا احنا الاتنين عند نفس الناس الرجل المجدع المخلص اللي زيه عايزين يسكوه ياكلوا عليه حقه والامرايا اللي زيك اللي تبتقل بالذهب مدفونة معاهم بالحال ما تقلبش علي المواجع يا غنين وهات من الاخر عايز توصل لإيه عايز ندور ونفتش على حالي خلصنا من الهم اللي احنا فيه ده دي شابكة سودة وبعدين مش هتعرف تخلص منها لو علي انا عايز اخلص منها النهار ده قبل بكرة بس لقي سكة بس سكة كانت موجودة وكانت سلكة لول ما حصل ده بقى مش فهمه تعالي وانا فهمك انا كنت ناوي اول ما اخد نصيبي من العملية وده مبلغ كبير مش صغير كنت هبلغ فرار انا وانتي وانهج برا مصر يعني عايز ندفش معاك زي الحبيبة في الافلام وكان هيبقى احلى تفشها انا فيه واحد صاحبي عنده كبري معتبر في لبنان كنت هشاركب نصيبي واطلقك من اكرم ونتجوز وهترقصي في الكبريه وهتبقى نجمة برنسيسة وتعيشي بقى مع الرجل اللي بيحبك وبيقدارك وتكلاعم الهم ده ماذا قلتش بعقلي حلاوة يا غنيب وحياتك وغلوتك عندي كنت هأكلك بغاشة وبقلاوة دول اللي حصل ده فكري بعقلك يا مرفت اللي عمر بيجري والوضع اكرم ده لو بتشعلق بيك النهار ده بكرة يتشعلق بغيرك ويرميك يا مولاك يا مخلقتني لكن باللي بخططه ليه يا وليه كيه هتعيشي طول عمرك برنسيسة الكل يجري وراك ويتمنى رضاك ساعتها بقى نعمل قرشين حلوين نقمن نفسنا من غادر الزمن ونعيش في تبات ونبات ونخلف سبيان وبنات اهو كل كلام ابن عم حديد افضل انت يا اخوي احلم كده وطيرني معاك فوق في الهوى بس اوعى توقعنا على جدور رقابتنا اه وما لما ضربه لاعور على عينه قال ايه خسرنا خسره اسم الله عليك معايا بقى مش هتخساري قبل اللي اخسرتيه مع النغة لا ده انت هتكسابي هو هتكساب كتير قوي حط ايدك في ايدي عشان نشوف حالنا ومصالحنا وغلوتك عندي ده تشوفي عزه وفلوس ما شفتهاش قبل كده تسيبي الهم بقى وتعيشي مع رجل بيحبك ويقدرك ويشيلك في عينه من جوه عشان نعيش في هانه وسعادة وعشان ده يحصل ايه المطلوب يا هونيا؟ ارجع حق اللي تسرق مني موت يا حمار هيا الحدية بتحد في كاتاكيت مش هتطول من فتحي غير شره وقزال خلي ايدك في ايدي ونحط قلبنا على قلب بعض ساعتها مش هنغلب هنلاقي مليون طريقة وطريقة عشان نرجع بيحقنا ونبلغ فرار ونسيبهم يخبطوا دماغهم في الحيط انا عارف انك بتدوري على الفرصة اللي تخلص بيها من الهم ده والفرصة اللي حد عندك اوعي تضيعيها عشان الله يعطيها هتعيشي ندمانة طول عمرك انت عقلك كبير وعندك امكانيات تعيشك برنسيسة ما يبعليك لما تعيشي بلقماتك معايا العوين زي ده ماشي يا غني حامشي وراك كداب لحد باب الدار وعلى رأيك دربوا اللعور على عينه قال خسرانا خسرانا ردت بنتا وخطط وشوف هناخد حقنا منهم ازاي وانا معايا هو ده الجلام الموزون يا عمرايا بس ايه وعشتانك يوزك وتلعب بيا عشان مش كل التير اللي يبتكن لحمه وانا لحمه يمر قوي زمان اكرم لعب بيا وعمل لي البحر تحينه لكن دلوقتي انا صحية وساعة الجد هتربقها على دماغي ودماغك تقول ليه يحصل يحصل انا مش هرد عليك بالكلام انا حسيب الايام هي اللي تثبتلك انك مع غنيم دايما كسبانا وهتحقق كل اللي بتحلم بيه قلت ايه قلت ايدي في ايدك يا غنيم وانا تقول ليك يا عمرايا عمرايا بيه قلت ارخوم puntه